دلوقتي احنا فهمنا الروتن سيستيم وربطنا الباث اللي هو سلاش بوستس بالكومبونت المسؤول عن عرض لستس البوستس عايزين بقى نعرض البوستس الفعلية فهنعمل HTTP request نجيب بيه لستس البوستس من السيرفر ونعرضها في الصفحة وطبعا هتبقى عبارة عن array of objects كل object بيمثل بوست فهنعمل iteration على الarray ونمسك كل object نحوله البوست عشان نعمل HTTP request هنستخدم سيرفز اسمها HTTP client والسيرفز عبارة عن كلاس عادي فهنستخدمه زي وزي اي كلاس عادي خالص هنعمل instance من الكلاس عادي او نستفيد من الdependency injection system اللي انجولر بيدهولنا هتلاقي فيديو بيشرح الdependency injection بالتفصيل اما اللي همنا دلوقتي اننا نقدر نحقنه في الكونستركتور او نستخدم function اسمها inject وانجولر هعمل لنا instance automatic فكده مش هنشغل بالنا بالdependencies اللي HTTP client بيعتمد عليها فهنيجي في الكلاس بتاعنا نعمل constructor ونبتدي نحقن فيه الHTTP client service بتاعتنا فهنقول private او اي privacy level keyword زي private protected public انا بحب دايما ابدأ بprivate الا لو احتاجت اعلي الkeyword بتاعتنا اخليها protected او private وبعدين هشوف اسم الانستانس بتاعنا والي يكون HTTP وحتديله الtype بتاعه اللي هو الكلاز اللي احنا عايزين نعمله انستانس منه اللي هو http client وطبعا الHTTP client هتلاقيه هو عمله import automatic من angular common HTTP وطبعا الهيستانس من اللي هاسم فشكرا